الشرطة في وجه السكان الأصليين هو المشهد نفسه يتكرر في الأكوادور منذ نحو أسبوعين قتلى وجرحى نتيجة قمع الشرطة في الأكوادور تظاهرات السكان الأصليين في العاصمة كيتو احتجاجاً على غلاء المعيشة وتنديداً بتوسيع مشاريع التعدين والنفط في مناطقهم وبالسياسات الاقتصادية والاجتماعية لحكومة الرئيس اليمني جيار مولاسو شركاؤنا ما زالوا يقتلون لقد قدمنا مطالب عديدة ولا ننوي التراجع عنها لأنه ليس من العدل أن نضطر نحن السكان الأصليين والمزارعين إلى التنازل عن حقوقنا بعد اتهامه السكان الأصليين بمحاولة الانقلاب ألغى رئيس الإكوادور حالة الطوارئ التي كان قد فرضها في ست ولايات على خلفية الاحتجاجات منصاعاً لأحدى الشروط الرئيسية للمحتجين وهي خطوة لا يمكن فصلها عن سياق دعوة مجلس نواب إلى جلسة للبت بقضية عزل الرئيس بناء على طلب 47 نائباً فيه الاحتجاجات التي تشكل تحدياً صعباً للرئيس الإكوادوري بعد عام على توليه منصبه تعيد تسليط الضوء على التمييز المجتمعي الذي يتعرض له السكان الأصليون والتي كانت شرارة لاضطرابات في عدد من دول أمريكا اللاتينية ولسيما تنديداً بقدم الأراضي التي يسكن فيها السكان الأصليون ففي البرازيل مثلاً خرجت تظاهرات للسكان الأصليين في العاصمة احتجاجاً على فتح أراضيهم أمام شركات التعدين وتغيير قواعد ترسيم أراضي المجموعات الأصلية فيما عرفت كواتيمال احتجاجات عقب الموافقة على مشروع للتعدين في منطقة يقتنها السكان الأصليون علقت على إثرها أعلى محكمة في البلاد العمليات في المشروع وهنا لا يمكن نسيان كم العنف والقمع والعنصرية التي تعرض لها السكان الأصليون خلال عام واحد فقط من حكم حكومة الانقلاب في بوليفيا اشتركوا في القناة